أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة الطبية لمنجع الحجر التابع لمركز ومدينة دراو في أسوان وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة هذا وقد ضمت قافلة عشر تخصصات طبية مختلفة حيث تم توقيع كشف الطبية على أهل القرية وصرف العلاق بالمجان وتحويل عدد من الحالات التي ستسوجب إجراء عمليات جراحية بنبدأ فعاليات القافلة الطبية بنبدأ تسخفية بنتكلم عن كل أمور الصحية التي تخص سكانها زي المنطقة ثم بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة التي عايزها في العيادة التي محتاج لتوقيع الكشف الطب فيها بيقوم بتوقيع الكشف الطب الأخصائي الموجود في التخصص الذي طلبه لو محتاج علاج دوائي لعلاج الدوائي موجودة عندنا بالمجان لو محتاج خدمة أعلى من كده تدخل جراحي أو محتاج أشعة مقطعية أو محتاج جرالين مغناطيسي أو زي ما احنا بنقول عليها بيحتاج خدمة سنوية أو سالسية بنحاول القرى بمستشفى تابعة وزارة الصحة والسكان كرة ناجع الحجر ده من مركز دراوف قفلة طبية طبعا هي مستشفى ميداني عندنا جميع التخصصات الطبية عندنا الكشف بيتم بالمجاني من لحظة دخول المريض والأشعات والتحاليل وصرف العلاج قفلة طبية بتخدم المناطق النائية والأكثر احتياجا عبارة عن عشر عيادات بلاص معمل التحاليل ومركز الأشعة ولجنة التقرير الطبية بتحول لو المريض أو المواطن أو المتردد محتاج رعاية تانية أو تالتة بنحوله رعاية تانية أو تالتة على نفة الدولة ترجمة نانسي قنقر